عليكم السلام و بركاته سيدا عبد الباقي كيف الحال يا أسد الصينة لا استغفر الله استغفر الله يا حارس العقيدة استغفر الله أنا ما أنا إلا إلا خادم الإخواني وأهل الخير وأهل الفضل أصدق الله نجعلك سيفا منصف الحق يا رب أمين يا رب يا شيخ نخرج شيخ النزاري على عانا العوان و خرج يمسك حتى النصر الله يذكر اسمه لا 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 تذكر اسمه احد فهذا الشيخ مو خرج الشيخ مو خرج على العوام و أخذ و يزكي بحفن نصر الله و يطعوه إلى مرتبة الشهادة والعوام و يكونوا بهذا الشيخ يا شيخ أمين آمين أولا أعتذر لهذا الشيخ إن كان جاهلا فأقول له غفر الله لك أدعوك إلى أن تتعلم و لأن تعقل و تفهم حسن نصر الله هذا المفروض يقال فيه سيء نصر الله هذا لا حسن ولا فيه حسن ولا فيه نصره و نصر إبليس ما نصر ربنا المجيد سبحانه جل في علاه أولا لتفهم حسن نصر الله هو تبع الخمين بصلة و يعني مع الروافض أصلا أصيف الروافض و عقيدته عقيدة الروافض عشان يعني يعقل الجميع هذا الكلام لأن هذا الجاهل الذي قام يحسن هذا الرجل للناس أنا أخشى أن يحشره الله معه وأسأل ربي أن يهديه و يغفر له و أن يبصره بالحق و أن لا يطمس على قلبه باتباعي للهوى فقد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله وهوى أفأنت تكون عليه وكيلة و قد قال الله تعالى يدود أن أجعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم و الحديث أن كان ضعيف السند لكن المعنى صحيح بأنه قال لا يوم من أحدكم حتى حتى يكون هواية تبع لما جئت به اسمع ثلاث ثلاث تأخذ بك في القاع جهنم أو ترجع إلى ربك هادية مهديا أنا أدعوك الآن و اتق الله ربك و اسمع و أنت تعلم أنني تكلمت عنك بجهلك قبل ذلك و أنت تعلم أنك جاهد و تعلم أنك صعب هوا اتق الله ربك و رب السماء لا يحرقني إلا الخوف عليك و إلا إنقاذك من هذه الفتنة المريك العظيمة التي تقع فيها هذه مهلكة ليست بعدها مهلكة ستقع في هوة صحيقة لا نجاة لك بعدها حسن نصر الله يعتقد بأن القرآن محرف يعني يكذب الله الله جل في علا يقول إن نحن نزلنا الذكر و إن له لحافظون هو يقول القرآن محرف والقرآن الحقيقي مع محمد العسكري في السرداب حسن سيء نصر الله اللي هو حسن نصر الله على ما تقولون وتزعمون أنتم تذكروني بقول النبي السلام كأنه نبوء كأنه من علامات الساعة قال يأتي زمان على ما تيشربون الخمر و يسمونها بغير اسمها سيء نصر الله اللي أنتم تزعمون أنه حسن نصر الله يقول بأن عيشة فعلة الفحشة و يقول أنها يلزمها الرجم طب الرجل الذي يقول بذلك لا يلوث فراش النبي بل يتهم النبي النبي مات و عائشة على زمته أنتم وأنا أقول للعوام جميعا المشاهدين تتقوا الله ربكم و اخرجوا عليه كلكم مرة واحدة قولوا له اتق الله يا جاهل هذا نبينا كيف تفرد في فراش النبي ما عندكش مرؤة ما عندكش شهامة ما عندكش رجول رجولة تترتضي على أمك على زوجة النبي قال بها ذلك قال بها أنها فعلة الفحشة فعلة الفحشة و تحتاج إلى الرجم بل يعتقد أن محمد العسكري إذا خرج سيحيي الصحابة يجلد هذا و يرجم هذا و يعاقب هذا على أن الصحابة كفر و يعتقد في الثالثة أن الصحابة كفر كيف تحسنه للناس ماذا تريدها يقول بقيس التعيس تريد أن يحشرك الله معهم ستكون معهم لأن الرجل جاء للنبي قال وسأل عن الساعة فقال لو ما أعددت لها قال يا رسول الله ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا صيام إلا أنني أحب الله و رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فأنت إن كنت تحبه وتدعي الشهادة أنت معه وكن معه وخلي بالك أنا أوقزك الآن وارجع للي بيعلموك وارجع لطائفك اللي بيعلموك لأن أنت جاهل وهم أصلا أصلا ما عندهمش أسس علمية صحيحة ارجع لهم قل لهم الرضا بالكفر كفر أم لا على الضابط الشرائع المعلومة قلت لك كفريات ثلاثة يعتقد هذا الخبيث هو أفضل لما قدم نعم لكنه خبيث الناس سوف تنبيه فلا أود أنه وين أنه كافر 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 واللي عنده علم التلفون موجود واللي يستطيع يرد الكلام ده يتصل بينا واللي عنده علم حقا ويقول ليه ما تحجر واسعا اتصل وبين ذلك للناس كن جريئا كن رجلا واتصل بي ونقشني علميا على الهواء أمام الناس في أدى الباب فخلي اللي بيعلموك يضبط لك الضابط الصحيح أن ناقل الكفر أو أن الرضا بالكفر كفر على ضابط الشرعي المعلوم أنا فصلت وتفصيلات في الدروس يرجع لها الرضا بالكفر كفر فأنت الآن علمت أن أنا قلت لك هو الأهل اللي تعلم الكفرية الأولى يكذب الله ويقول القرآن محرف الكفرية الثانية يتهم عائشة بالزنا وقد برقها الله من فوق السماع السماعات ودي فيها ثلاث أمور الأمر الأول كذب الله لأن الله برقها من فوق السبع السماعات وقال أولئك مبرقونا مما يقولون الجزية الثانية أن هذا قطح في النبي سب في النبي سب في رسول الله وسب النبي كفر صريح هذه الثانية طيب وأنا بقول من هنا بكل جرأة اللي عنده علم وبيقول أن هذا الرجل مسلم أو شهيد يتصل يتكلم وأنا أتخرص وأقول له الجاهل أظهر جاهله وأستغفر الله وأرجع ورجعت العلمك وأبقى لنا ذلك وأتخرص وأنتق وأستغفر الله وأتوب إليه في هذا الباب الكفرية السلطة في هذا الباب كفر كل الصحابة سيء نصر الله يكفر كل الصحابة وهو من من يقول بأن تزبيحة الصباح اللهم ملعن صنمي قريش أباكر عمر وهو من من يعتقد بأن أسوأ الناس في قع جهنم عمر ثم أباكر ثم إبليس يعني إبليس أفضل من الاتنين تريد كفريات تانية غير ذلك اتق الله يا رجل أنا أخشى عليك أقسم بالله أنا ناصح لك أمين والله العظيم ولا عداولية بيني وبينك ولا خصومة بيني ولا بين بيني جلدتك ولا فكرك أنا لا أخصم أحدا ولا أعادي أحدا أنا فقط أقول رأيك الحق ترفع فمن علم أنها الحق فلا أخذ بها فمن علم أنها الحق وضادها فهذا الرجل قد تنكب السرطة على مصيره وقلت لك أقول الآن وأنا أدعوك اتق الله ربك وارجع إذا ارتضيت بهذه الكفريات تكفر نسله لأن الرئيس بالكفر بضابطه كفر وأنت إن شاء الله لا ترضى بذلك وأنت إن شاء الله لا يمكن ترضى بذلك وأنا أربع بك أن ترضى بذلك الآن اتق الله ربك وارجع عما تقول وهذا الهالك عليه من الله ما يستحق إن شاء الله نرافع رسات يوم القيامة بإذن الله في قاع جهنم في الدرك الأسفل من النار قتلوا أليس هذا حسن نصر الذي قتل بنات أخواتك وأمهاتك بنات سوريا حسن سيء نصر الله قتل أطفال سوريا قتل شيخ سوريا دمر سوريا بأسرها هو ده مش دم مسلم مش ده دم عربي مسلم أنا ليس دعا بالعروبة وغيرها أنا ليس دعا بالإسلام مش ده دماء المسلمين هل تتقن لها ربك هل تخشى عليهم كيف تحسن مثل هذا الإبليس للناس أنت بأيس تعيس بهذا أدعوك تاني وتاني ورابع ولو رجل وعندك علم على الهوى اتصل اتصل وبين الحق الذي معك نتناقش علميا على الهوى في هذا الباب إذن فلنتق الله ربنا وأما أنت أخي أخاف عليك اتق الله ربك هذه كفريات للرجل أنت علمتها الآن يهلك من هلك عن بينا ويحى من حي عن بينا سيء نصر الله كافر كافر أهلكه الله الحمد لله على هلكة هذا الكافر وإن شاء الله اللي لم يكن تابة قبل الموت إن شاء الله نرافق قع جهنم بإذن الله تعالى شكرا